بقى من موقع المؤمن والملحد عزيم فيه آن معا نعم عن معضلة الشر في الوجود عزيم نعتبر ان اللي بسأل السؤال المؤمن دلوقتي ايوه لماذا تحدث الشرور؟ لماذا لا يتدخل الله بصياغة كده واضحة وصريحة ايوه طيب احنا احنا كده فعلا بننتقل من جزئية الجزئية ومن نقطة الى نقطة وساعدني واسمحني كمان ان انا ازود جزئية في انه اللي وصل الى هذا السؤال ان هذا الانسان الكريم المحترم في العشر سنوات اللي فاتت بدأ يستيقظ على مشهد مروع وقاهر ومشهد صعب ومربك ومزلزل ومحير للعقل يعني يدهم العقل ويحدث عنده الشلل ثم يفاجأ بكم من الطلقات المركزة المتتابعة التي تدخله في حالة مزمنة من الحزن والاكتئاب والغضب ومشاعر متلاطمة متضاربة فين المشهد اللي وصل لكده مشهد ان احنا فجأة امنا لقينا في دول بتنهار جيوش بتمزق وفجأة تطل علينا جماعات بخطاب شكله من الخارج خطاب ديني بس الطاقة النفسية التي وصلها التسلط والحصار وارادة ارغام الناس واستنطاق الناس على وجهة فكرية معينة عنده من الاخوان الى الدواعش ثم عندما نشتبك جميعا كمصريين مع هؤلاء نفاجأ بانه شال السلاح وبدأ يقتل فينا ثم بعد ذلك تطلع منه فصيلة جيب اولادنا في ليبيا وتقطع رقبهم ثم بعد ذلك يوضع الطيار حي في قفص ويحرق وفي كل محطة من هذه المحطات اصحابها بيقولوا انه دين ربنا كده ثم بعد ذلك يبدأ واحد من هؤلاء يفاجأ بانه اصيب بمصيبة حد عزيزة عليه زي ما ستك تفضلت مات اب ولا ام ولا بنت عزيزة عليه ماتت ثم يفاجأ بانه احنا ليه متخلفين عن العالم احنا ليه بلدنا والاوطان المحيطة بينا ليه تعيش هذه الحياة الصعبة اللي مليانة صراع والقعدة من نحيا وداعش من نحيا والاخوان من نحيا والمرض والتخلف من نحيا وبطء عدم يسر الحياة من نحيا ليه يوجد ده كله ما زال هذا يحتقن ويتفاعل داخل وجدان هذا الانسان لحد ما بدأ يقول طب ليه اصلا يوجد مرض ليه اصلا يوجد زلازل ليه توجد براكين ليه توجد اجنة مشوهة طب انت اذا قلت مثلا انه ده انسان اذنب مع الله واقترف ذنبا فعاقبه الله بمصيبة تحدث له طب الطفل المشوه ليه يعني ايه اللي عمله علشان يبتلى بانه يولد مثلا عنده سرطان ولا ينقص عضوه من اعضاؤه ويفضل يعزب طول عمره او يموت بعد كده ليه توجد زلازل براكين وتسنامي وهكذا هكذا اتسع المشهد اضف الى ذلك لو تسمح لي استعمل الجهاز اضف الى ذلك انه كان من اكبر يعني فوجئ هذا الشاب الشريحة دي من الشباب اللي بدأ يعيش فعليا هذا الحال بدأ يفاجأ بانه في فصيل فكر بيقول له ايوة صح اللي انت شاعر بي صح اذا افترضنا وجود اله مش معنى الاله انه رحيم فين الرحم احنا مش شايفين ارصد كده المشهد حواليك كله مشهد من الالام والشرور يبقى نمر واحد مفيش اله اصلا او لو افترضنا وجوده على اي فرض كان يبقى ما يعرفش حاجة عن الكون مش عايز يتدخل في الكون لا يعلم الجزئيات التي تحدث يبقى مش اله او انه موجود ويعلم لكن هو يريد هو اله اصلا شرير ويريد لعباده العذاب يبقى مش اله خير ورحيم وموصف بالكمال والقدر والعظم والجلال والكبرياء يبقى كما لو كان كائن شرير يتلذذ بتعذيب الكائنات التي خلقها انا باوصف لسيادتك كيف تنتسم الصورة في ذهن الشاب بينما هو يفكر بهذه الطريقة اذ فوج بعدد من ينهمر على عقله من الكتابات التي تنظر للحاد من هذا المدخل واسمح لنا نشوف بعض الصور اللي معنا احنا اشرنا سابقا في شريحة الملحد الربوبي الى انتوني فلو فلو ادمعنا صورة لي اهو فلو من مشاهير الملحدين رجع بعد ذلك وعمل كتاب برضو اشرنا الي اهو اسمه there is no god وضرب بخط على كلمة no بس انتوني فلو بيقول انه اعظم اسباب الحاده تقريبا الشرور التي لاحظها في الكون ده كان اكبر شرخ جعله يصل في مرحلة ما من المراحل انه لا يوجد اله اصلا وانا هقول بعد شوية كمان ليه وجود الشر يؤدي حتما الى عدم وجود اله في نظره بعد فلو اللي بدأ يقول اي شاب يبدأ يفكر في قضية الالحاد او يتخذ موقف سلبي ومضاد ومحتقن من قضية الولوية ويدخل يقرأ ويدور حيلا يقولك ده فلو نفسه قال انا الحد بسبب مشكلة الشر يبقى موقفي صح بعد فلو عندنا واحد من مشاهير الملحدين اهو وهو ريتشارد دوكنز الذي الف كتاب ادي غلاف اهو اسم وهم الاله يأكاد يكون دوكنز من يعني بنية الكتاب في الاعمل اغلب اعتماد والحاح وضرب على وتر مشكلة الشر في الكون ورصد واسع للمقاسي والحرائق والزلازل والامراض والبراكين وما اشمع دكتور سؤال ضروري هنا هل نشأت مشكلة الشر او معضلات الشر او انا كانسان مؤمن استغرب ليه شر او ليه وجود مقاسي زي دي لعدم درايتي بالنسق او بالطريقة اللي ربنا مشغل بها الكون او جعل للكون سمت ان هو يشتغل بمجيبها انا حاوصل لديه في خواتيم الحلقة لنا في خواتيم الحلقة وقفة مكونة من ثلاث نقاط تعيد رسم وتنسيق وترتيب نظرة الانسان المؤمن المعظم لمقام الالوهية وازاي الشرور الموجودة امامنا حتما بالمشاهدة تتسق مع معنى الرحمانية ومعنى الكمال ومعنى الحكمة كيف يفيد عن هذه الحضرة الالهية الممجدة المقدسة الموصفة بالعلم الكل والمطلق والقدرة المطلقة والارادة المطلقة والحكمة المطلقة كيف يسمح بوجود الشر لنا وقفة اسمح لي لو نخليها مسك الختام اللي بتقول ازاي الحاجات دي تتركب مع بعض ازاي تتسق ازاي يرجع لها مرة اخرى مشهد من الاتساق والنسق والانسجام المعرب عن وجود حكمة وارادة وتصميم كما يعبر بعضهم تصميم ذكي ناشئ عن مصمم عظيم ان صح التعبير عن مبدع حكيم جل جلاله انا حوصل لديه بس لو تسمح لاننا هربوك نكمل مصارنا نوصل لها في وقتها يعني دوكنز يكاد يكون طبعا الكتاب ده من اشهر الكتب التي يعني تنظر للالحاد وله كتاب اخر اهو داروانية الجديدة بيسميه صانع الساعات الاعمى هذا هو من تأليف دوكنز وترجمة دكتور مصطفى ابراهيم فهمي يعني عايز يقول انه مش تصميم زكي ده تصميم اناني لو صح التعبير وله في هذا وجهة يطول الكلام في شرحها الجين الانانيوى احنا سيادتك دوكنز على وجه السرعة لانه احنا لسه لنا وقفات مع اطروحته على وجه التفصيل بس من باب الاشارة المرجعية واحالة القارئ ادي عدد من الكتب التي بدأت تقدم اطروحة نقدية لدوكنز منها الكتاب القادم اهو نقد وهم الاله غرور النقد واغراق الصنمية العلمانوية لعبداللطيف الحرز في كتاب تاني اهو اسمه سيد الوجود نقد كتاب وهم الاله لريتشارد دوكنز في كتاب وهم دوكنز الاصولية الملحدة وانكار الاله ده مطبوع في ايران في كتاب احنا سيادتك الكتب التلاتة اللي احنا قلناها دي اشارة الى من له اشتباك ونقد لأطروحة دوكنز في ملحد عربي اخر مشهور من مشاهير الملاحدة العرب دكتور محمد المزوغي له كتاب اسمه تحقيق مال الالحاد من مقولة يحاكي به كتاب البيرون القديم تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة دكتور محمد المزوغي ملحد ناشط وكتاب ده بكأنه بينظر للالحاد ويعزف ايضا بعمق على وطر معضلة الشر اذا اللي احنا بنرصده الان انه ممارسات على ارض الواقع من جماعات التطرف والارهاب اوجدت شرخ معنوي وروحاني عميق عند شرائح من الشباب استندت ووجدت غطاء في كتابات نظرت للالحاد من هذا المدخل كما رأينا عند انتوني فلو كمان مايكل روز ما اشهرناش اليه عند دوكنز عند الدكتور محمد المزوغي الجزء ده الى الان بيبين لنا كيف نبتت المشكلة عند ممارسات التطرف وكيف وجدت صدى وغطاء وتنزير عند عدد من الدارسين